أعلن البنك المركزي رصد زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي كما أعلن رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية منذ الأربعاء الماضي بمبالغ تخطى 925 مليون دولار وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال ثلاثة أيام الماضية بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية وأشار المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف للتحوط ضد مخاطر تذفذبات أسعار الصرف وأوضح المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال ديسمبر ليصل إلى 34 مليار دولار